يا ترى يادك يا ترى انت فين يا ديك يا ترى عميليه يا ديك يا ترى مش كل اللي زغت البط بتاعه في ناس تزغت يطلع سمين وناس تزغت يطلع لحم تابعوا معانا فيديو جديد على قناة طيور فوق السطح يا ترى يادك يا ترى انت فين يا ديك يا ترى علي إليه يا بيك يا تركك اشترك ثم اشترك ثم اشترك ثم لايك على الفيديو الأول بنجيب البطة أو الدكر اللي هنزغطه ونزغطه يعني نأكله كتير بأدينا عشان يرمي لحم كتير في أقصر وقت ويدي أوزان كبيرة تكفي العيلة كلها ويبقى طعم ولذيذ في نفس الوقت برضه ده معنى التزغيط أو التزقيق بنجيب الدكر أو البطة من دول اللي احنا هنزغطها أو هنزغطه ونثبتها أو نثبته تحت رجلنا بحنية ونفتح المنقار ونكون مجهزين الفول المبلول من الليل لو احنا عايزين لحم أحمر وكتير ولذيذ لكن لو احنا عايزين سمين نديهم شامي بدل الفول وبرده منقوع في المية من بالليل أما إذا كنا عايزين أحمر على سمين مخلط يعني فنحط نص الكمية فول ونص التاني شامي مبلولين ومنقوعين 12 ساعة في المية لحد دلوقت احنا ما قلناش ازاي هنزغطهم احنا قلنا اننا هنحط البطة تحت رجلينا بحنية ونمسك منقار البطة ونفتحه وندخل في حنكة حبات الفول أو الشامي وحدة وحدة وأول ما يدخلوا جوه الزور ننزلهم بأيدينا من الزور بحنية لتحت لحد ما يدخلوا في حوصلة الطائر ونكرر الموضوع ده كتير لحد ما تتملي الحوصلة تماما ونسيب مكان في الزور فاضي للنفس علشان ما يروحوش مننا والضروري بقى والمهم جدا في الصيف ده بالذات ما ينفعش اننا نزغط في مكان حر لازم يكون الطائر في مكان بارد عشان اكل كتير مع حر كتير يعني ممكن نفقد الطائر ولازم يكون فيه ميا جنبه بكميات كبيرة والميا تكون متسبتة في اناء عشان نبقى متطمنين انها هتفضل قدامه طول الفترة اللي هنسيبه فيها لوحده لانه لو مشربش هيفطس وممكن نفقده والحكاية دي تستمر لمدة شهر ولو كنت عايز حجمه اكبر ممكن تزود الكمية بتاعة الاكل والمدة كمان وبكده يكون عندك ضكر او نتاية متزغطة ومليانة لحم واسمين كمان حسب طلباتك وممكن كمان تضح بيها في عيد الضحية وتعزمنا معاك وهتكفي باذن الله نشوفكم على خير في فيديو جديد على قناة طيور فوق السطح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة معلم اشتركوا في القناة